موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكريمين وما كنتم تحية مباركة عطراء وحلقة جديدة نناقش اليوم في استمرار التدخلات الإيرانية في أشياء اليمني وعكاساتها على الملف اليمني والقضية اليمنية والمنطقة عموما وسط أيضا إصرار ميليشيات الحوثي الدفع بمئات الميليشيات والمغرر بهم لاقتحام مارب وسط صمود أسطوري غير مسبوق لأبطالها ورجالها من أبناء الجيش وأبناء القبائل أبدا بلا فاصل كالعادة ثم أستقبل اتصالتكم على الانترنت تطبيق يلئيم والدول أرقام المباشرة نتابع كما قلنا مشاهدنا الكارم للأسف لا تزال إيران تراهن على التدخلات في اليمن وتتباهى عبر وسائل إعلامها في اليمن وسوريا ولبنان هناك أيضا شيء مؤسف في سياسة الكيل بمكيالين المجتمع الدولي ففي حين ترفع العقوبات عن ميليشيات الحوثي الإرهابية التي ارتكبت جميع الجرائم والمجازر بحق اليمنيين شردت الملايين فجرت المنازل المدارس فتحات القبور ترفع من قائمة العقوبات في الوقت الذي أسرة صالح رحمة الله عليه لا تزال تحت العقوبات الجبرية وهي التي سلمت السلطة سلميا في العام 2011 حقنا للدم اليمني وأيضا لم يتدخل حتى نقل الشهيد في صراع القائم ومع ذلك لم يرفعوا حتى الآن من قائمة العقوبات هناك حملة شعبية تنطلق غدا إن شاء الله ونأمل من جميع التفاعل مع هذه الحملة لكن موضوع على اليوم كما قلنا استمرار تدخلات الإيرانية في اليمن عكاساتها على القضية اليمنية كيف يمكن أن يتم لمّ الصف الوطني لمواجهة هذا التحدي والقضاء على هذا المشروع أول متصل معي مرحبا ألو مرحبا السلام عليكم أشهد الفارس وعليك السلام ورحمة الله الفضل يا أبو طارق الله يزال الله يقول نعم لماذا ما ترفع العقوبات عن العميد الركن أحمد علي أبدالله الصالح نعم ما هي الجريمة التي جناها ما هي الإرهاب اللي عملها العميد الركن وجنوده وأبطاله ويكاتلون في الشرق وفي الغرب وفي الشاحل وفي كل مكان نعم أليس هؤلاء جنود أحمد علي أبدالو صالح في رأس الجمهورية نعم ذكرار بيدك صحيح يا رفع العقوبات عن العميد الركن أحمد علي أبدالله الصالح مهما كان ما الذي تبقى يعني ما هو المبرر يا أبطالك صحيح ما الذي تبقى ما هو المبرر صحيح أحنا توحدنا في صرواح وفي معرب كل الكبائل بيجي كل الطوائف ونبذنا للخلاف في جانب أن يا سيدي يا فغامة الرئيس نعم ويا نائب الرئيس أليم حسين صالح الأحمر ابن أخوك ابن أخوك أحمد علي أبدالله الصالح أرفع عنه شكرا يا أبطالك أحيي تحياتي لك وصلت الفكرة أخي مصر القليد ألو مرحبا ألو موجود يا شباب كالعادة أقول مشاهدة الكارم أنه تدخلات الإيرانية لا تزال مستمرة ففي حين تنفي ميليشيات الحوثي الإرهابية يعني هي لا تريد أن تقول أنه رغم أنه الإيرلو داخل صنعي يشرف على الجبهات والمعارك وازدادت الضربات الميليشيوية لاستهداف المدنيين سواء في مارب أو في عدن أو في كثير من المراطق منذ وصول منذ وصول المشرف الإيراني على هذه الميليشيات مدصل قريد ألو مرحبا ألو مرحبا أخي حياك حياك من معي تفضل معك أبو محمد وارحب يا أبو محمد حياك نتمنى من الرئاسة والحكومة أن ترفع الأقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح نعم ونتمنى أن تنتهي جماعة الحوثي في أسرع وقت ما يمكن نعم بغت في الأرض وأهلكت الحرث والنصر صحيح أبو محمد برأيك تدخلات أيضا الإيرانية المستمرة والتباهي تتباهى يعني المسؤولين الإيرانيين بوجودهم في اليمن في سوريا في لبنان في العراق كيف يمكن بتر هذا المشروع هذا بتضاف جهود العرب والمسلمين أخي واليمنيين نعم نتمنى من الأمة العربية والإسلامية أن تقطع هذا المدى الإيراني والفارسي نعم على اليمن وليبيا والعراق وسوريا شكرا لك يا أبو محمد وصلاة الفكرة أخي ومتصل جديد ألو مرحبا ألو نعم مجود يا شباب دائما نقول أستاذ المشاهدين هذي ما يمسك على الخط على تطبيق الإيمو بالإمكان على نفس الرقم وعليك السلام ورحب يا أبو أيمن حياك ورحب على رأسي معاك أبو أيمن يا أخفارس وحياك اتفضل يا أخي ما رب الحضارة ما رب سبع وحميار الآن يا أخفارس بدل الدفاع نشطي أخي الهقوم الهقوم على نام وطوق صنعاء نشطي الهقوم الهقوم يا أخي تحريك كل الجبهات كل يوم نطالب يا أبو أيمن ما وقدنا شي جابا للأسف نعم النصر قادم النصر قادم على سوء الإرهاب الخبيث هذا صحيح الذي يقلب يا أخي كما يتنفس يا أخي نشطي دا الحين يهقوم هقوم هقوم يا أخي على نام أما هكذا دفاع دفاع ما نشطيش نحن دفاع صحيح نشطي هقوم يا أخي من جميع من جميع الدفاعات وإحنا قادرين يا أخي قادرين قادرين نحرر كل الشب في اليمن نعم أحييك يا بايمن ماليسيا ماليسيا هذه ماليسيا فارسية فارسية صحيح فرص فرص كملوا كل حاجة كملوا ولا أدبقوا شي شكرا يا بايمن وحييك ومصر القليد ألو مرحبا ألو خلنا نشو مصر دوالي يا شباب مرحبا ألو ألو حياك من معي أخي ألو بسنور عرفنا عليك من ألو ألو بسنور حياك يا أبو بسم الله تفضل ألو معك طيب واصل أبو بسم الله انتع الهواء والله بالنسبة لأيران بعض إيران بالحيديين وضو أفضر من أمريكا أمريكا يعني بتصوية يعني بالإعلان وما هي إيران دي أين بسنور صحيح صحيح وكان ما مقيد يعني نصدر عدد الساحل وكان منظل يعني المكام من الشرعية صحيح شرعية محمد أفضر أفضر لدول العربية لدول العربية يعني مش مكتبها نعم واصل شكرا يا أبو بسم الله وحييك وصلت للفكر أخي وانتصال قريب دلو مرحبا السلام وعليك السلام ورحمة الله أبو وليد حياك ورحب شوف حبيبي يا فارس نعم الزادم الشعب اليمني شمل أنت واحدة وحدة نرجع لألفين وخلصة منسلم العراق لإيران من حق إيران تتبجع اللي سلموها العرب نعم ونرجع وراء ونشوف سوريا منسلم الإيران إحنا الآن كل شيء وضح خسامنا إذا ما شمرنا وقفنا وقفة رجل واحد نحرر بلدنا نعم ولا ليس إحنا الإيران زي ما سلمو العراق وعلمي وألف سلامتك شكرا يا بواليد وحييك وإن شاء الله لن نتم هذا وفيها رجال وفيها أحرار وفيها شرفاء المسألة مسألة وقت معامرة دولية ستنتهي سوف يقضى على كل هذه المشاريع الصغيرة منصر قريد دلوا مرحبا ألو مقود يا عم خالد خلونا نقول أنه الأبطال الأبطال هناك إشارات وصلتها وصلت من مارب طبعا من وزير الدفاع ورئيسية الأركان خلال استقبالهم للقافلة التي وصلت من الساحل الغربي أنه تكاثفت أو توحدت جميع الجبهات والآن ينقصنا فقط قرار شجاع من الحكومة بإلغاء كارثة ستوكولم وإطلاق جميع الجبهات في آن واحد وإن شاء الله هذا الذي سيتم خلال أيام القادمة ألو مرحبا السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله كيف حالك اتفضل يا بجعفر كيف حالك وارحب شوف نحن اتفقنا على أساس أنه حذ لا يكذب صحيح قلنا الكذاب ملعون يعني ما تخذبوش أنتم ما تخذبوش أنتم صادقين يا أخي دائما ضربتم المثال الأعلى في الصدق وعند أقول لك نحن حررنا وما صدق ونزل ومش عارف أبو خالد هذاك وأبو من شاء الله يلاحظ هنا كلهم بطل بطلوا كلهم عايز لا أحد العنى أحد يا أبو زعفران جاو جاو لكن بل هذا أبو زعفران وواهي ولا أخاف لحد ولا من ولا هز شعر على مطل أنت ولا هز ذلك شعر مفتهم لك طيب ومعارف الله يكون معاه نحن القبائل معانا وموجودين وقبائل هما في صفحة الأول هما اللي حاربوا قفلتوا قفلتوا صدقتوا أنتو اتحدوا متحدين متحدين يا أبو زعفران الخلاف يا أبو زعفران طيب اسمعني الله يحفظك الخلاف مع الحوثي الخلاف مع الحوثي خلاف طيب اسمعني خلاف عقائدي خلاف تاريخي لا يمكن لا يمكن الخلاف مع بقية القوى السياسية خلاف سياسي مش خلاف عقائدي ولا يدعون عندهم أوامر إلهية يحكم الناس بقوة وبالعنجهية شفنا أخير مكا أسمعني طيبة نعم كل يوم قل لي ماهو القديم شب أنا إنسان شافعي لا تقول لي لا تدينوا عنهم ومن أولاد حسن نعم والله إلا عندنا خلافات ولا شيء ولا حاجة نحنا خلافاتنا إخوانا المسلمين وأنتم سدو شب كيف كلمة كلاقات اللي بي وأنت نفسك متناقض تتكلم كلام وترجع كلام ته كيف متناقض بيش شب فصل من عندك والله ما فصلنا عليك شكرا لك ومصالقري دلو مرحبا لأنه أمثالك لا يجز من الصعب أنه واحد يضيع الوقت في الرد على أمثالهم يعني كل يوم مثلا لا تحملوا الأمشروع ولا تحملوا قضية قالسين تكذبوا على أنفسكم وتعطون أنفسكم أماني وأحلام وردية وشأنكم في الأخير شأن القاعدة داعش الجماعة إرهابية متطرفة مهما كان لديكم دعم دولي ستنتهون ستدفرون في اليمن أرض الإحرار أرض الشرفاء اليمن التي لا تؤمن لا بمذهبية مقيتة خلونا نشوف مصال دولي جديد ألو ألو مرحبا خلونا نشوف مصال دولي يا شباب تفضل أخي من معي ألو اسمعني من الترفين يا حبيب من معي إلى أسف فصل أيضا ومصال جديد ألو 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 ورحب يا أبو طارق تفضل معاك تفضل قلنا يا عنسوانس يا عنسوانس كيف هو الحجاء وأهل السنحان مخولان الطياد نعم وأهل السنحان مخولان الطياد عن سارة النخوة وأين القبيلة كدحان وقت الصف لا عد بش مجال نعم لا عاد في أثر حميه بينكم ادعموا جميع الجبهات وقوات الرجال سلامتك صح لسانك يا بطريق أحييك شكرا لك ومصال جديد ألو مرحبا ألو نعم ألو تفضل أخي من معي شوفوا ندو يا شباب ألو مرحبا وعليك السلام ورحمة الله يا وشركت في فرس أهلان يا أخ رابح تفضل يا أخيات وحش ناك وحش ناك لا بس يا فرس نعم معاك تفضل يا والناس اللولين نخليه كلمة قالك تتخلطوا تتجلطوا يلعب خذها وغماها نعم لأنه والله والله ما تصلح تيخج لها مولاها يا وانتمنى ان شاء الله الهدوء وتحبث آلة الحرب هذي نعم يالي يمني خاوتنا من ناو ان شاء الله في أقرب وقت والقناة انتعكم هذي حرة رقم في الحرب واتكم قناة حرة ما شاء الله يا سيخبر يا وحنا نظام نظام البعث ومالا فرنسا جنرالة أفرنسا يا وإعلان قاضينوا في يدهم يا وإعلان قاضين عليها يا وبرضل لمن انت أشكار يا ونقول لك ونقول لك هذه الكلمة يا وعبنا نظام خابير ورني في الزير ونهضر معك جنرالة أولاد فرنسا يا واتكم قناة حرة اتكم الديمقراطية هاي قناة انتقكم الناس جاي يتصلوا بها عطين انتقتكم ورا حر يعيطكم أهلا والله ما كان فرن عيط المغاربية راها المغاربية هي العيون تأنا هي قلب التعدار أنا وعيطنا باقي شو من الشعب خرج على بغرة يا أبي خرج بالملايين والله يا قناوة العار قناوة العار الخزي والعار والله ما خرجوا يغطوا بالمسيرة شكرا يا أخران شكرا وحييك وكفينا شهادتك فخر وحييك تحية مقددها أيضا للشعب القزائري شكرا يا أخ رابي حوام تصل جديد قالوا مرحبا قالوا نعم اتفضل أخي مع دراع على الصوت اليوم عندنا كده أشكالية في الصوت اينا طبعا قالوا نعم قالوا خلونا شوى ما اصلي وليا جديد يا حباب مرحبا يا ألف مرحب اتفضل أخي معاك اتفضل انتع الهواء يا ولي أيها مرحبا يا أبو رغد اتفضل ايش موضوعنا اليوم استمرار تدخل الإيراني في اليمن قالسين بيتباهوا في وسائل الإعلام التابعة لإيران انه يعني ما زالوا مسيطرين على صنعة وانها العاصمة الرابعة وهكذا بكل بقاحة بكل كبرية وغرور الحمد لله علشان يشوفوا الدول العربية والمرابطين ودول التحالف علينا ان يسمعوا تصريحات ايران وورلو اللي في صنعة وقاعد يحكم صنعة اورلو وايران تحكم العاصمة وتحكم سوريا وتحكم لبنان لكن اليمن بعيد علي اخي صحيح بس احنا نطلب من الحلفاءنا والذي ارتبطوا فيهم اللي ارتموا فيهم الحكومة حقنا اللي ارتمعت فيهم ان يسمعوا الخطابات حق ايران وان تتهدد ان اليمن بتحت يدها تحت سيطرتها لكن ان شاء الله بادلت خير الدعم الواصل من الساحل الغربي لإخوانه في مارب ان شاء الله مقدمة خير وكلام وزير الدفاع ان شاء الله فاتحة خير ان شاء الله خلونا نتفاعل الخير لا يمكن ان يأس ولا يمكن ان يصل الينا اليأس ابدا نعم ان وزير الدفاع محمد المقدشي انه وصول القافل المدى الدعمة من الساحل الغربي لإخوانه في مارب ككسر الحاجة النفسي صحيح ككسر الحاجة النفسي الذي كانوا يوهم عليهم بالإعلام زي ما الآن تولق إيران وتعمل تبغى تفك الروابط التي تجي صحيح اللي تربط من اليوش إن إيران شكف تأثرت من الدعم شكرا يا برغة دحيك وصلاة الفكر أخي ومحمد المهتدي من مارب فضلي يا أخ محمد السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته التدخلات الإيرانية استمرارها في الشعب اليمني نعم هذا دليل على ضعف الحكومة الذي تقول بإنها حكومة شرعية ويبعث عليها العالم بإنهم شرعيين بينما التحالف والمسؤول من أين دخل الوالي الإيراني يعني الصنعاء من أين دخل وهم يقولون لهولاد حضر جوي وبري وبحري من أين دخل؟ قالوا معهم عفريت سليمان يا عم محمد نقلوا عفريت سليمان لا والله نجلح فأسرية يعني أمي تابس الأمن الدولي وضعف التحالف والحكومة الشرعية نعم هذا الذي أدخله من ما أدخل الأسلحة الذي مستمره حتى الآن بر صحيح ومن البحر أيضا الآن يا عزيزي أنا أعتبر بإن الحكومة الشرعية حتى العزرة في في التخلص من المينيشيا الحوضية بالنحاظ وهي لن تلقي اتباد ستوكول أمريكا رضعت الحوضية من جائمة الإرهاب لا تقولهم ولكن ما حالهم متبنينهم لتجميع الشعب اليمني والعوبة العربية صحيح وحكومة لا تستطيع أن تلقي اتباد ستوكول ولن تستطيع أن ترضع العبوبات عن العساش إن شاء الله هذول عملا حتى هم من العوضيين هؤلاء عند المتعرفين على الملاد إن شاء الله يعقلوا إن شاء الله يعقلوا أنا أقول نعم إن شاء الله يعقلوا ما حد تشمعهم خيار كل الأوراق انتهت عندي جميل على الأطراف صحيح نعم أشكرك يا أخم شكراً لك شكراً بعيداً عن هذا الفاضي يا أخي محمد الله يحفظك مع ذراع المقاطعة شكراً يا محمد وصلاة الفكرة أخي خلونا لا تفاعل يا محمد الله يحفظك خليك تفاعل هذا يعني فضل أخي من معي من معي فضل ويرا يا عم خالد الصوت بي ما في الصوت متصل قريد ألو مرحبا ألو سلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أمن معي يا أخي أسعد الله ومساعدكم بالخير جمال وأبو جمال الضالح حياك يا جمال تفضل أبو جمال الضالح عفواني يا أبو جمال تفضل طيب أبو جلال ولا يا جمال أبو جمال الضالح وارحب وارحب تحييالي يا أبناء الضالح والله بيطل وقوة أيضاً ورفعت رؤوس طيب اتفضل يا أبو جمال واصل أسعد الله بالخير مساهكم نعم وأحييكم وأحيي قناتكم الحرة أحييك أولاً رسالتي يا أخير الأخوة المشارسين ليحوا بالشب هلأ كلهم هؤلاء المتحوثين إن هذا جليل على أسلوبكم الفاشل جليل عليكم ناساً غير مثقفين ليس لديكم ثقافة وإنما هاي ثقافتكم صحيح هاي ثقافتكم التي يربيكم عليها نعم أرجو أنا أرجو وأطلب أن يكون الذي يتصل أن يكون أولاً مؤجب محترم أما الذي يشفه هو إنسان غير محترم وغير مؤجب وهذا أسلوب حيث طيب يا أبو جمال مسألة 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 موضوعنا طيب التدخلات الإيرانية في اليمن هاي ثقافة الثانية إلى إيران التي تمد أسلوب نعم أسحاناً تمد الاستعمار أقول لكم أن اليمن لا تنسوا أن اليمن مقبرة الغزايا نعم وأن ستكون مقبرة في اليمن اليمن ليس العراق وليس سوريا نعم أشكرك يا أبو جمال تحية لك أخي وصلاة الفكرة موضوع القريد ألو مرحبا ألو السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من معي أخي اتفضل من ألو موجود يا شباب اللي راح غيره للأسف وهم نصل قريد ألو فصل أيضا كما قلنا الرهان الرهان على طيب تفضل أخي وعليك السلام من معي حياك من معي أخي معك أبو حديفة الله يسأل أخي ورحمة أبو حديفة تفضل حياك من الله والله يا أخوي عندي مشاركة إحنا يا أهل أهل اليمن ما فيه عاقل فينا ولا يتكلم يعني يشوف يعني الغلاطات أنه حطم دولة وشال دولة الحواتة هذه أخونا ما بيننا يعني أنا في ما بيننا نحن يعني أين الوطنيين أين اللي عندهم الغيرة يا أخي والله يقدروا في خلال أخي فارس في خلال يمكن حوالي شهر يعني ناس رعاع من كهوب مران صحيح بالله عليك يسكتوا جولة الأسود مكبلين يا أبو حديفة الأسود موجودين لكنهم مكبلين مكبلين من يعبثون باليمن والمنطقة اليوم الثعالب الثعالب والضباع وقطعان الضباع هم من يعبثون الآن بأمن استقرار اليمن والمنطقة هو الصحيح هو الصحيح لكن لو يعني لو فيه إخلاص وفيه نية الصحيح صادقة يا أخي بس كم طايرة من كل يغلقوا أول راس العفعة في صنعة يسقطوها ينزلوا ينزلوا مجامع مجامع في قاع جهران في ذي يغلقوا كامل على صنعة يسقطوها تسقط الدنيا والله لو تحركت القبهات يا أبو حذيفة الحوثي ما أدخل لا صديق لا قريب ولا بعيد ولا قبيلة إلا وأهن كرمتها والله يا أخي فارس يقدروا يشعلها بكل مكان هم عدد لصابع نعم صحيح فيه ناس مواطنين فيه ناس طيبين داخل بس منتظرين اللحظة هذه لا ما يقومون طيب بيد من هذا الحال يا أبو حذيفة بيد من بما هو ما هو مبرر شرعية اللي بقاها على وقف القبهات والي بقاها على كارثة السوكهولم يا حيفة والله هذه الثورة هذه الربيع العربي والجهيم العربي كنا في نعمة كنا في خير كنا مرتاحين ولا حول ولا قوات وإن شاء الله ستعود كل هذه الأيام يا أبو حذيفة إن شاء الله ستعود الله يشكله يصيب هاللي هاللي خرب دولتنا واللي كانت شكرا يا أبو حذيفة وحييك خلونا نشوم وصل دولي يا شباب ألوه تفضل أخي ألوه سلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من معي أخي معك أبو علي ورحب يا أبو علي تفضل كيف حالك يا أخبارك نحمد الله على كل حال أنت على الهواء هات ما عندك واصل أبو علي لأسف راح يا شباب غيره ومصر عيدة لتصالي أبو علي ألوه مرحبا مرحبا ورحب من معي أخي ألوه أتفضل من معي غير يا شباب بالأسف غير يا عام خالد منصر القريد ألوه الرقام من المتصل مسك معك الخاطئ أخي تخل في الموضوع عرفنا عليك وتخل في الموضوع عبر عن رأيك مصر القريد ألوه مرحبا ألوه كما قلنا الأحلام الوردية اليوم التي تحاول بعض الدول أن تغرسها في اليمن كلها أحلام كلها مجرد أحلام وسوف تنتهي وستنتهي مثلما انتهت في الماضي ارجعوا للتاريخ وانظروا حينما كان المادة التركية موجودة في المنطقة كيف حدثها لكثير من الدول عندما حاولت غزو اليمن في أكثر من منطقة في أكثر من حادثة في أكثر من موقع تاريخي في أكثر من واقع تاريخي عفوا وانتهت وأصبحت يعني من الماضي المرير اليوم هؤلاء الذين يريدون أن يقربوا يتفضلوا على الميدان بدل ما يخلوا الشعب اليمني يعني يذوق مرارة الفقر والجوع والمرض والقاتل والدماء كل يوم ألوه مرحبا نعم اتفضل أخي من معي موصل دي ولاي جديد ألوه ألوه مرحبا اتفضل أخي من معي ألوه غير الشباب بالأسف موصل جديد ألوه ألوه بإمكان كما قلنا الحكومة الشرعية والمؤسسات الرئاسية والمؤسسات وما تبقى من المؤسسات الدستورية وعلى رأسيها الجيش وأبطال القبائل أن يكون لهم يعني موقف تاريخي موقف مشرف خلال الأيام القادمة خصوصا بعد التلاحم الذي شاهده القاصي والداني هناك تلاحم في مختلف الجبهات وقيادات كميع الجبهات تؤكد واحدية الجبهات فقط مجرد أيام إن شاء الله وتنطلق جميع الجبهات في أين واحد لأنه لا خيار أمام اليمني للقضاء على هذا المشروع إلا بتحريك جميع الجبهات بدان بتحريك جبهة ميدي القوف البيضاء استمرار ودعم سناد أيضا جبهة الضالع بعد سناد أيضا جبهة مارب وهكذا الجميع تلتحم في أين واحد وصولا إلى تحرير العاصمة صنعاء منصال قريدة مرحبا مساء النور العافية كيف أنت خيسارك؟ نحمد الله على كل حال من معي؟ معك أبو عمر أم أمل طيب تفضلي يا أخي الحوذي هذا الله يتغلى بروحه آمين يا رب الحوذي هذا على السلاح ومنصال بخيسي هذا هذا هم نزل نص هذا أنا بالنص عايزينهم الله من حنج وينزل أمي يقولون الله رأتعدمك الحوذي آمين يا رب آمين الصبر الصبر يا أم أمل شكراً يا أم أمل للأسف كما الرصيد ومصال قريدة مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي علي الله عزيز أحمد الله أولاً نشكر لمن دشن هذه الحملة لرفع العقوبات الظالمة والجارة على السفير أحمد عبدالله صالح بكرة عادة تتشين يا علي بكرة بكرة تبدأ الساعة الثامنة مساء في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي إن شاء الله ونحن على أتم الجاهزية نعم وتحية وتقدير وثبات لأبطالنا المرابطين في جبهة الساحل وفي جبهة صرواح الذين يدودون على الوطن ويكسرون شوقة اليد الإيرانية التي حاولت أن تجرب حطها في اليمن كما جرب العثمانيون وجرب كل من أراد المساس بأرض اليمن وتقهقرت قواه وأنته إلى الأبد بإذن الله اليوم هذا المشروع هو واجب علينا كأبناء وطن أن نجاهد بالكلمة وأن نجاهد بالقلم وأن نكون يدا واحدة بعيدا عن المكايدات السياسية والأحزاب التي هي من شردمتنا وأصبحنا متفرقين من أجل فلال أو علام نريد اليوم توحيد الصف لأجل هذه المعركة الفاصلة من تاريخ اليمن وإذا انتهينا فاليوم الشعب اليمن يا أخي فارس يتذوق مرارة الجوع والألم كل أبناء مشردين سواء من كانوا مع جماعة الكهنوت ومن كانوا في جميع الجبهات نريد توحيد الصف في الشمال والجنوب ومن جميع الأحزاب لكسر هذه الشوكة الخبيثة التي أدخلت اليمن في محور الصراع وأدخلته في معمعه ومجاعه وظل شكرا يا أخي فارس وللطاقة القناة اليمن شكرا لك أخي ومتصد ولي قريد ألو مرحبا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ورحب ورحب من معي أخي فصل للأسف يا شباب غيره متصد قريد ألو مرحبا ألو من كان يتوقع الناس تتسأل من كان يتوقع أنه كنا نشاهد تلك المناظر البشعة في العراق بعد ما احتلتها إيران وهم يضربون أنفسهم والدماء من أجسادهم وأشياء وأشياء وخرافات يعني عفى عليها الزمن يمكن حتى في القاهلية ما كانش موجودة إلى أن دخلت إيران وعبثت بأمن العراق من كان يتوقع أنه بتصل هذه الأفكار إلى صنعاء وكيف سنتحدث الأجيالنا في القادم أنه رمز الحضارة والإيماء الذي آمنوا بالرسالة ورمز الحضارة وتاريخ اليمني ستأتي تلك الأفكار المدنسة التي تسيطر على اليمن وخصوصا على الشباب على النشأ الذين لا نقتلهم ولا جمل في هذا الصراع نقص القديم ألو ألو مرحبا ألو من معي أخي خلونا نشأ مصدد والي أيضا ألو مرحبا أسمو عليكم وعليك السلام برنامج مع الجمهور نعم أخي من معي بريش فضل برنامج تمام عرفنا عليك من المرحب في غضي تفضل يا حسن تفضل أنت على الهواء فصل للأسفة الشباب غيره شكرا يا حسن ومتصل قريد ألو مرحبا ألو ألو نعم ألو تفضل أخي من معي السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ الله أرد خير أستاذ فارس مساك من نور النعيم من معي أخي تفضل أمعك أبو منير بن الحديدة وألحب يا أبو منير باصل نحيي أبناء الساحل ونحيي الشعب اليمني نعم أنا وقف وقفة يعني جادة من كل جانب نعم أوش تسقط أن المحافظة محافظة تبقى المحافظة إن شاء الله ما تسقط يا أبو منير وفيها رجال وفيها أحرار وفيها شرفاء وكما قلنا فيها رجال بس كل جبهة تتفرج على الجبهة الثانية يا أخي حتى متى السموت هذا والسطور مكبلين قلنا في الحلقة يا أبو منير الأسود مكبلين لكن سوف ينكسر هذا القيد إن شاء الله على المسألة بيع وشرة يا أخي فتتق هذا الدكان وفق هذا الدكان كيف؟ بعد فرق يا أبو منير لا تيأس ولا تحبط لازم يشغلوهم من كل جبهة يا أخي لدقة واحدة صحيح هذا مطلب شعبي والناس كلها تطالب هذا الموضوع إن شاء الله نبغى إسراتهم بأسرأ وقت أو طوالوا في الشعب اليمن بيضبحوه بيقتلوه شكرا يا أبو منير وحيك وصلت الفكرة مصل دولي قديد ألو 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 مرحبا وعليك السلام من معي يا أخي؟ كيف أنت يا أخي؟ حياك عرفنا عليك من؟ وارحب يا أبو محمد أبو محمد شريعي فضل أنت على الهواء يا أبو محمد أه يا فالح نعم معاك يا أخي تفضل فصل للأسف يا شباب شكرا لك يا أبو محمد بعيد الاتصال والله بحرمي عندك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته معاك أبو فيصل وارحب يا أبو فيصل فضل أخي يا مرحب أبو محمد أولا أوجي سلامي وتحياتي من أجل الأبطال نعم أولا أولا أبيو محمد أوجي سلامي وتحياتي لمددل الأفطال ما يحدث في اليمن أن القيادة هربت وحطت هذا الولايب الأبطال موجودين بالآلاف وكل يوم ينضموا بالآلاف أيضا منتسبين قدود من ابناء القيش سواء القديم أو القديد في مختلف الجبهات بجاهزيتهم وقاهزين لوقت ساعة الصفر ألو مرحبا وعليك السلام كيف عالك؟ حياك من معي أخي؟ أسمعني من التليفون عرفنا عليك قدر عمان سليماني طيب فضل يا سليماني نوجه وتهيئ الأبطال الشرفاء الذين يدافعون عن محافظة من ابناء الغبائل نعم ونبعنهم بالنصر والتمكين على صمودهم الأسطوري نعم واصل وأنحنا إن شاء الله نكون سند لهم ضد هذه الماليشيات الإرهابية نعم ما الذي تبقى يا سليماني؟ ما الذي تبقى من مسألات أنه وقف القبهة؟ لماذا لا تتحرك القبهة؟ الناس كلهم تسأل اليوم يرى أن تتبقح في وسائل إعلامها وعبر مسؤوليها أنهم ما زالون يشيطرون على العاصمة الرابعة حسب ما يسمونها صنعاء أولاً أنه هو سحب قوات قوات ترعية ما تسمى قوات ترعية من عبين ومن شبوة ومن حضر موت نعم بدلاً من توجهها إلى الجنوب غزو الجنوب لمصالح دول أخرى نعم واصل يا عبد الرحمن ولكن أمهم وعينهم على الجنوب وليس عن الحوذية أو عن الشيطر سنكون إن شاء الله جد عمصان بدلت ضد هذه الميليشيات الحوذية والميليشيات الأخوانية التي تسعى في الأرض فساداً شكراً أخي عبد الرحمن وحييك وصلاة الفكرة منصال قريب دالوا مرحبا ألو السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من معي يا أخي اتفضل أبو علي ورحب يا أبو علي اتفضل يا أخي أحمد علي هذا على كل رات يومني وأما هذا اللي بيستنبعوا سبع الأمارة مثل بارس عبا نعم نحن نشيب باع اليمن ويضرها هم باللي من باعها يا أبو علي باعها للأمارات باعها للأمارات لما أردت بحاجة لنا يعني حتى نبيع لها ولا تبيع لنا الأمارات ما احنا بحاجة احنا ما نستجل المستعمرين ما نضرطهم أي يوم بايجي يوم يا أبو علي طيب هذه النغماء إلى ما تبتستمروا في هذه الكذبات الناس قد ملوا من هذا الكذب شوف أفضل تلعنوا أمريكا وأمريكا تدعمكم تلعنوا إسرائيل وأسرائيل تدعمكم يعني قد زكمت الأنوف هذه الأكاذيب وهذه الخزعبلات وهذا التضليل أصبح شيخ مخزي فاضح يا أبو علي شوف لأنه ليس لديكم الحجة معكم هذه حفظوكم هذه الكلمات عن إمارات أم سعودية أم مرتزقة فضحتونا وفضحتو أنفسكم يا أخي وايجهم أنا أقول لك فتحنا لكم نافذة والله لا ندري من يتصل على أي فئة وعلى أي حزبين محسوب وعلى أي جماعة احنا نقول أنه هذه نافذة لكل المنهيد نتشرف بذلك ما لديه الحجة يواجهنا يا أخي احنا ما نقولش أنه احنا خلاص معني لكل إنسان له أخطأ لنا أخطأ صحيح قد يقول لنا لسنا معصومين أصلي من الخطأ ولا نقول لنا أبناء الله ولا لنا سقوك من رب العالمين لا نتاجر باسم الدين أصلا ديننا ونحن اليمنيون آمنوا برسالة وهم مؤمنين ومسلمين أفضل من من أي منكم جميعا ألو ألو مرحبا أستاذ فارس يا أبو طارق فضل يا أخي ذي لزغار في السن يعني أكسى حد عمره 20 سنة 22 سنة لا يفهم لا يعي ما يقول الله مشكلة يا أبو طارق الإمارات تقدموا خير أمارا ماتوا في مأرب أمارا شيوخ ماتوا في مأرب الإمارات شيدوا لنا سد مأرب صحيح الإمارات بدلنا الغالي والنفيس من أجل أن تحرر اليمن نعم ولا حاننا المملكة العربية السعودية السعودية الكل فالكل ولكن أنا الآن أطري الإمارات الإمارات يعمل لنا كل شيء صحيح لماذا الجحود ما بش معهم يا أبو طارق فالحين هلاء كم يضحكوا على القطعان تبعهم وض يقول لك الإمارات تحتمل كم يضحكوا عليهم بيضحكوا عليهم إنهم يواجهوا عدوان وإنهم يواجهوا أمريكا نعم واصل الإمارات الدولة الغنية احتياطها 800 مليار وذلك صحيح 800 مليار دولار هذه أبو وضعبي فقط يا أخي الإمارات نحن نتحد ونحرر بلادنا ونحن نحن نحن بالدولارات بالدولارات نعم شكرا يا أبو طارق شكرا لا نهتز ولا نلتفت لأمثل هؤلاء دعوهم نحن نراهن كما قلوا دايما على البطال على الشرفاء على الأحرار على ابن اليمن على صدمودهم على صبرهم على كفاحهم على تحمل كل هذه المؤامرات وسوف يعني اليمن يعني مثلما تقاوزت في الماضي مشاكل وفتن معقدة سوف نتقاوز هذه المرحلة دائما سنظل نكررها يا جمعة لن يكون القادم أسوأ من الماضي تقاوزنا أخطر مرحلة تاريخية تمر بها اليمن أخلونا نشوف آخر متصرين الشباب ألو آخر متصرين عام خالد ألو مرحبا في حدا كملوا فضل تفضل يا أخي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم فضل يما من بنت اليمن ورحمة يا بنت اليمن أسمع يا فارس فضلي أنا أقول لك أبغى القوة كلها تتحرك من دون إذن الرئيس ولا إذن الأمم المتحدة ولن نبغى أمم المتحدة ولن نبغى رئيس ولن نبغى أي رئيس أي رئيس هنا أمريكا قامت تقريب بريطانيا وعلى شأن أنت يبغل وقف الحرب وقف الحرب بعد إيه بعد ما ماتوا شباب وأطفال ونسا وكلهم صحيح وشردوا ناس من خياماتهم أنا أقول لك بأتهامة بأتهامة كلها حيث كل يوم تضرب السواريخ أنا أدعي الأمهات الذي تخاف الله المسلمين الأمهات بكل أم تخاف الله باليمن توقف هذا الرئيس الذي يقبض معاشا وآكل وشارف في الرياض وسائب اليمن يقاتل ويحارب ويموت الشباب والأطفال والنساء وكلهم صحيح إيش هذا من الرئيس إيش من هذا الرئيس أنا أدعي شبابا لهذا اليمن يقوم يتحركوا للحديدة وكاش تهامة يقوموا مقاومة تهامة يقوم يحرروا بلده اللي حالهم قريب يا ابنت اليمن قريب من الأمم المتحدة صحيح أنا أدعي من كل أم بالتهامية أنا أدعي لهم وأحيي قبائل ماقد ومشايخ ماقد والمقاومة حق ماقد وكل كشف ماقد ما لهم أهد ولا من الله شكراً يا ابنت هذا الإرهابي الذي نزلوا إمريكا مش إرهابي هذا ما هو إرهابي صحيح أبت سأسمع في الأخبار يقول إمريكا يقول إيران ماها مع الحوتيين ماها إيران مع الحوتي أنت مع الحوتي يا إمريكا أنت يا برطاني مع الحوتي أنتم مساعدين على اليمن أنا أدعي شعب اليمن وبيش اليمن وقبائل اليمن مشايخ اليمن إنهم يقوموا يحرروا بلدهم لا يستمعوا على أحد وليستقر الرئيس هذا الرئيس عبله معهم هذا الرئيس ما له ما له يعني ما النوكل عليه ما النوكل عليه نهائياً شكراً يا بنت اليمن أرجو 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 شكراً يا بنت اليمن أحييي صح لساني شكراً وخلونا نختتم بأبو محمد من قريد ألون اتفضل يا عم محمد يا عزيزي أنا كنت شكراً منك أي علي للذكرها هناك حينما يتكلموا دائماً حول الإمارات البطيج الذي كان الإمارات ستعلها تلتح من المارب حتى أصبحت الصواريخ تلتح في المارب وحينما كانت الإمارات موجودة كانت هناك بأس اليون صحيح أصبحت الإمارات وأصبحت الصواريخ تلتح في المارب كثم المواطنين صحيح هذا الشالب الثاني أنا أقول للسعودي أو للسعالب ككل أن هناك قائد عشكري يسمى قائد نوع العاصبة في أرخوبة في جيلزان اسمع محمد عبد الله العقابي هذا حوتي ويفدر كل شيء للحوتيين ويرفع كل الأخبار وكل أعلم للحوتيين محمد العميد محمد عبد الله العقابي قائد لواء العاصبة في أرخوبة في عشير هذه رسالة هذا أكبر خائن ومعروف عنه وكل من أراد أن يقاتل الحوتيين كانوا يتحركوا شكرا يا محمد نوع العاصبة من هناك بسبب أنه مع الحوتيين اللي اختشفوه وأدين لك أماره المدير مبكبة اللي اصب على هذا الحي بإمكان هذا شغل العسكري يا عم محمد هذا شغل للجهات الأمنية والاستخبارات بإمكان إذا لديك وثاقت تطرحها على السلطات عندك رئيسية الأركان موجود في مارب ووزير الدفاع موجود في مارب بلغتهم بلغتهم شكرا شكرا يا عم محمد إن شاء الله يتصل الرسالة أحييك أحييك أبو عم محمد كان آخر المتصلين في هذه الحلقة مشاهدنا الكارم الجميع مدرك كما نقوله دائما أنه المشروع الإيراني لزواله سوف يدفن مثلما دفنت مثلما قالوا المتصلون الاحتلال العثماني في اليمن وفي كثير من المناطق العربية وسيدفن أيضا هذا المشروع اليمن لسة سوريا ولسة لبنان ولسة العراق نقول هذا للمشروع الفارسي اليمن أصل الحضارة ومهد الحضارة وهي عربية وستظل عربية ولا يمكن ويستحيل أن تكون يوما فارسية أو تركية أو تتبع هذه المشاريع الصغيرة المسألة مسألة وقت اليمنين يشدوا حيلهم مزيد من الصبر مزيد من الثبات مزيد من الصمود مزيد من دعم الجبهات إصرار الشعب اليمني من آبا وأمهات وأخوات وشباب على تحريرهم وتحرير اليمن من كل هذه الميليشيات الصغيرة من فتح المشاهدة بالإمكان في العادة 12 ونصف بعد مصف الليل أو تزور موقعنا على اليوتيوب اليمن اليوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر